ونرجع مع الإبداعات والابتكارات الشبابية اللي دائما أكيد لهم أهداف ولهم أحلام كانت بالبال وتترجمت على أرض الواقع من خلال العزيمة والإرادة شافوا مواهبهم من خلال صنع أياديهم طبعا أرحب معي بالطيف المبدع صاحب مشروع ميمس كاري الشيف شهاب العطار طبعا مشاء الله عليكم نورنا شيف شهاب وللأمانة أنا جدا سعيدة بوجودك ويانا بداية لما نتكلم شوي يمكن اسم المشروع وأنا قاعدت أدردش شوي وقعك ميمس كاري اسم شوي غريب في رأيت تكلمنا يعني شنو معنات ميمس كاري وليش سميتها هالإسمها هو ميمس كاري على اسم بنتي مريم الله يخليها لك ويحفظها يا رب وهو الكاري لأنه هو هذا الكونسبت المطعم اللي هو الكاري الياباني يعني خنقول بنا على بنتك سميت المطعم يعني خنقول جزء من بنتك جزء من النكهة الكاري من الشغل نفسه حلو انثين شون يعني على بالك أنك أنت تطلع بهالفكرة هذه هل هو من خنقول من باب حب أكيد لهالموهبة هذه أو جذية لك فكرة يمكن ما بين أهلك كان فيه تسجيع معين يلا خنفتح المشروع هذا لا وصراحة أنا أطبخ من عمر 14 سنة نزيل وحاب الطرخ من أنا صغير وبالبداية كنت أخذ دورات بفنادق أخذ دورات بره من أسافر وكان بالبداية كنا نفتح مشروع اللي هو مطعم إيطالي بس في مرة كنت مسافر أنا وشريكي يوسف غريب نزيل كنا مسافرين مكان وطحنا على مطعم صغير يبيع ذكار الياباني ومنذقنا هذه الوجبة تغير مسار طريجنا كله حلو ممتاز إذن يعني ما شاء الله عليك من 14 سنة يعني الوالدة مستانسة لما تشوف طبعا ابنها يعني ما شاء الله عليها مبدع مبتكر عندها حب أن يدش المطبخ ويساعدها ويبتكر الوالدة ما دخليني دش المطبخ لين حين نهائية إيه لما رح المطبخ تطبني برا السبب معنا يعني ما شاء الله عليك تقولي أنت تطبخ كفايا أنت الحين اليوم تي عند البيت تأكل ما تطبخ يعطيها ألف عافية بال نحن ما نستغنى أكيد أن أكل دائما الوالدة لها طعم خاص لفض النظر بس النفذ سبحان الله وإيدها هم بعد لها يعني خنقول نكهة ثانية فكونك ما شاء الله تميز ودشية هالمشروع كون هالمطعم أول مطعم يتبطل بالكاري الياباني يعني شيء وايد حلو فكلمنا عن المشروع وعن المطعم نفسه هو شون فكرة تكونت حق المطعم لما كنت مسافر وشوف المطاعم برا دائما في اليابان خصوصا المطعم يتخص بشي واحد يعني أنا لاحظت هنا مثلا مشكلة المطاعم اليابانية بالكويت تفتح بس إن كونسبت الياباني تسوي النودوز بالسوشي والجابنيس كاري وكل شيء حلو يعني خقول فيه أكلات معينة يبتها من اليابان وموجود عندنا هني بالمطعم اي لا أنا اتخصصت بأكلة معينة فقط حلو كميزت فيها الأكلة هذه الحمدلله 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 حلو عشان لقدت ردود الأفعال يعني نخي نقول الزبائيون الناس اللي تي هل بالفعل يمكن هالأكلات هذه لها أقبال كبير عندنا هني برا كويت نحن لدينا هخبال كبير كبير خصوصا إن الحين لشباب والبنات متجهين صوب الحضار اليابانية لديه منه queه الانيميشن والجييمز والحضار اليابانية ككل ففي اخبار كبير على المطعم مالنا ممتاز انا شفت الشيف شاب العطار داشت لنا مشاء الله بلبس يعني مبدع بلبس مشاء الله عليك من اوار فيه فهذا اللبس الخاص فيك اي هذا اللبس يلا من اطبع حلو هذا اللبس الخاص فيك اذا يعني شي وايد حلو واحد لما يدش ويشوف ابداعاتك وابتكاراتك في جميع خنقول الطبخات اللي موجودة عندنا هنا او طبخات اليابانية خلنا نتكلم شوي مالك صعوبة كونك رحت وبحث وتعلمت مشاء الله ويبت يمكن الاكلات اللي مو موجودة هنا وتخصصت فيها كون هالمطعم اول مطعم ما كان في صعوبة يعني اكيد في صعوبة يعني ماكو شي بالساهل طبخ؟ لا يعني انا قلت صلصة الكاري خلت مني اربع سنين على ما سويتها اربع سنين؟ اربع سنين انا انجاز بحذاتها صلصة الكاري اي صلصة الكاري نفسي يعني هي بتسيكلت عندنا ويعني اخر شي رحت اليابان وتعلمت ان شون اسويها بالطريقة الصح اليابانية الصح طبعا الخلطة هذه سرية عندك خلاص يعني يتعب عليها اربع سنين فصعب انها تطلع الخلطة ايه ويقول لي مرات ناس يقول لي عطني اياها اقول له انا صعد جبل عشان اتعلم الطبخة يقول لك اياها فصعب اكيد هذا اول واحد لما يتعب اكيد ويتعنى الحمد لله بدناها يا ابدعت بهالشي هذا او بموهبتك نفسها اللي سقلتها اكيد بصبر وبمهارات ايه اكيد ودورات اكيد تدريبية ايه اكيد شو ماكو شي بالسهل يعني اذا انت بتقعد بالبيت بتطالي التلفزيون وعبالك ان حياتك راح تغذي من الامام هذا شي مستحيل اكيد انت تتعب تحصل انت ما تتعب ما تحصل بالفعل يمكن اكيد المطعم بعد فيه اصناف او منتجات يمكن معينة بمطعم يمسكاري فكلمنا عن المشروع نفسه فاهم الاكلات اللي موجودة او بالمينيوم اذا رحت شنو راح تحصل من اصناف موجودة عندك هو التوب سالر مالنا اللي هو الميمي مونستر اللي يكون عيش ياباني اللي يصدر دياي مقلب بخصمات اليابانية مع صلصة الكاري والكريمة والجبل موزرلة هذا اكثر طبق انباع عندنا اكثر طبق يعني انا قعشوف ويانا حتة اصوار موجودة على الهواء طبعا المخرج خالد مطار قاعد يقول طبعا الاكل وايد يشوق الاكلات حلوة ما شاء الله تسلم ايديك فهذه الاكلات اللي موجودة على الفكرة هذه الصورة مرت صورتها اول ما كنت بلشت بالانستجرام اول ما بلشت بالانستجرام طبعا مدام مجه لها تحية هي اللي كانت تتسادك وتشجعك بهالموضوع بشكل مطبيعي وياك دائما طبعا مرت هي نمبر ون يعطيها الف حافية فهذه الاكلات هذة اللي قاعد يشوفها الحين الصورة وياك شنو بالضبط هذا الميمي سباشل هذا الكلاسيك جابينيز كوري يعني الكاري ياباني بطريقة الكلاسيكية اللي يكون نوع من البروتين فوق اللي احنا استخدمنا دي ااي زمع بخصمات يابانية البانكو معصاصة الكاري والعيش الياباني ممتاز والاكلة يعني خنقول هل في اكلات معينة حق الناس اللي يمسوا يا دايت أو اللي عندها ذكر لا صراحة لا من يو واحد لانا هو اساسا هالاكل لما تشوفينه فيه سعرات حرارية وايد بس لما انتين تشوفينه يعني اذا انت نوترشنست أو شيء بالعكس رح تفهمينه هذا مو سعرات حرارية كثر للجونك فود أو شيء ليش لانه 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 اكل طبيعي اكل يعني مطبوخ الطريق حلو ما فيه ما فيه خنقول يقع شوفوا يا انا بعدها الصورة هذي يمكن تشوق هذا الكري اودون يكون اودون ياباني نودل ياباني استورده من اليابان نحط فيه اساسة الكاري الخاصة فيه مع قطع دياي الكاتسو ممتازة الكاري لفوايد كثيرة كلمنا عن فوايد الكاري يعني تماخت اكيد درجت وتمع عند فوايد الكاري الكاري عندك يسوي ديتوكس حق الجسم يساعد على اسم الله عليكم يعني على شسمه يسوي اكتف حق الخلايا السرطانية حلو مثل ما تسوي ينظف حق ال ينظف السيستم على الشي اسمه الجهاز الجهاز الشي اسمه الهضمي انا اصد حلو يعني خلال فوايد كثيرة واحد يقدر من شاء الله من خلال الأكل هذا الحمد لله يستفيد من الكاري حلو لم نتكلم شوي بعد عن موقع مشروع ميميز كاري وين ساير مجمع الرحاب دور الميزانين مجمع الرحاب اي يعني انا فتحت هناك لانه يعني هو نير يعني غرب الشواب اللي يحبون هالأشياء هذي حلو وبالبداية احنا فتحناها يعني كنا ثلاث طاولات ومطعم كامي صغير المشروع اي اي الحمد لله اخذينا المحل اليمنى وكبرنا المشروع وانحنا الاحين بصدد ان نفتح فرح ثاني ان شاء الله حلو ان شاء الله يارب نشوفكم دوم اكيد في تقدم وشي حلو الواحد لما يبدأ بدايات صغيرة اكيد واليوم كان موضوعنا عن التفاعل واتفاعل اكثر واكثر لما كده توسع بمشروعة بس يعني ليش تحددت بالطبط طبق اليابان يتخصص فيه ليش ما داشيت بطباقه اخرى او مأكولات ثانية صراحة انا احب الطبق هذا يعني انا اشازا يعني يوم سافرت اول مرة وطحت على هالمطعم كنت بقعد بهذه المنطقة اربعة ايام اربعة ايام انا عشيت من نفس المطعم هذا لان طعمه غريب يعني طعمه مو غريب انه فيه شيء يعني شو كل زباني لو تسألينهم احنا عندنا الشعار مالنا ستان تو قيت ادكتد يعني وقت الادوان حلو اي راح يدمن الاكل اي و اي يعني و يعني يوم بلشت انا قبلشت او شيء بالانستغرام نبيع من البيت و شذي بعدين معارض و هالسوالف ففي ناس كانت تطلب مني كل يوم بكثرة يعني ادمنت اي 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 ادمنة والاكل يا باني يعني يدقون علي قولوا انت شو نحاط بالاكل فيه شيء معين حاطت اي و ما شاء الله فيه خبال وعيد حلو 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 الواحد لما يتخصص بموهبة معينة او قريبة تكون من قلبها و فوكل هذا يبدع فيها اكثر و لما يشوف اقبال عليها اكيد هني راح يستمتع اهوة فالحلو ان الناس يمكن من خلال الانستغرام او طلبات ادمنوا فيمكن اعتقد اكيد لنا زيارة خاصة عندك في المطعم خصوصا مخرجنا خالد مطر و انا عشان ندمن الاكل الياباني يعني انا احب الاكل الياباني بس اكيد فيه نكهات معينة الواحد يحبها اكثر و تكون اي هي خلوه وصفات او طبخة معينة خلنا نتكلم شوي بعد عن المطبخ نفسه كونك تخصصت بهالاكلات هذي شون كانت بدايتك من طلاقتك بالانستغرام شون كانت ردود الافعال هل حسيت ان بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير وفعال اي طبعا يعني حين الانستغرام يعني اعلان ببلاش وسهل انك توصل ارسالتك بره عادا نزيل و هنا ببلاش بالانستغرام و شوي 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 عن طريق السوشيال ميديا كبرنا اكثر و صار لنا طلبات اكثر يعني قبل انت ما تقين سوين هالشي اكيد و كان طبعا اكيد بداية صعبة كنت اداوم الصبح ارد الساعة 2-2.30 ادش المطبخ ساعة 3.30 اطلع الساعة 9 الساعة 9 بالليل يعني الله يعينك ضغط عليك اي احد قاعد يساعدك وياك بالبداية لا بعدين يعني يوم بديت ادش معارض رفيج عمري يوسف غريب ادش وياي و ربعي ما شاء الله ساعدوني حمين عبد الرحمن كندري عبد الله عبد الله الجامع يوسف قواندي يعني ما شاء الله كلهم يوم عيسى قديري ما بينسى عويس لا يزعل نزيل جهلهم دحية كلهم يعني يحبوا الفكرة وحبوا يدشون معك وشاركونك ويساعدونك اي لان احنا سوينا يعني لما تينا المعرب نزيل احنا كنا نسوينا جو الدوانية يعني تينا احنا بالعكس نقعد نبحك نتغيش مار ونسولب فالناس تنجذب حق الشيء اكثر ليش خصوصا لما نشوف الكويتين كلهم يشتغلون مستانسين نفسيتك انت ترتاح اكيد الواحد ياخذ باور اكثر طاقة اكثر اشتانس اكيد طبيعا انت اي مطعم لما انت تتسوي او اي بزنس لازم انت مثل ما تقول ضلع طاقة ايجابية لان الطاقة الايجابية هاي راح تجذب الناس اللي انت تبيوهم ينجذبون لك اكيد اي بس انا تروح بوث مثل انتم اجرب بوث او شي قاعد زعلان اكيد لازم واحد يبتسم لابتسامة يعني يبتسم اكيد وروح الحلوى بس الواحد لما يشوف امكان الشيف في كويتي ويدش ويقلت لا دام الشيف في كويتي اكيد الاسعار غالية او الاسعار والله لا يمكن تكون اوبر شوي فشون على الاسعار هل ايه اخ نقول مناسبة للكل ولا الاسعار غالية بسراحة او شوف الاسعار دائما شوف الشيف الناجح يسعر الطبقة على الانجريدينس اللي فيه وانا انسان قفل بالانجريدينس يعني احط احسن انجريدينس بالاطباق عشان يعطيك احسن طعم واحسن كواليتي مهما كان يعني انا وظيفتي اشف اني اطبخ ودخل يعني اكل بتسام الناس اكيد وانا هالشيء سوري انا شيء حاتي يعني انا ما بي اوكل الناس شيء موزين بس يعني الاكل مثل اي شيء بالحياة الحين يعني تقدر تشري سيارة بالفين دينار تقدر تشري سيارة بالفين دينار الواحد يقدر ينتقل لي بي بشيلي ناسبه بس الاهم اكثر من شيء لما انا اشوف الطبقة الجدامي اشوف الكواليتي اكيد الشغل ان ضعافها مطبوبة واحد اشياء الواحد يقدر هنا يقدر والله لما مثلا انا اكل الطبق هذا يسوى من يقدر السعر بس اكيد دعم اشوف كون انه مطعم ياباني انا متعودين يحلفون على الاكل بالمطاعم اليابانية اي فشوف وائد ناس يقول لي غالي ما شون قلت له اوكي تعال اكل يتشوف الطبق يقول لي لاي معه انت حاطلي وزيادة الحمدلله لاي بالفعل بعض الاطباق تكون قليلة بالجمية فانت الحمدلله فوكل هذا لا ماعطيهم الحمدلله انا انا غالي خل نفرض او الاسعار يعني يتناسب الجميع لا الحمدلله الطبق يكفي ويوفي انا احب الزبون يلي يطلع شبعان هذا اهم شي اذا انتاخذ براءهم يعني بعض الزباين او العملاء اللي بتشيون يشوفوا مثلا الاكلة اش رايك تسوي تاخذ باقتراحاتهم لازم شوف هو شوف هذه الشغلة وايد بالبداية يعني وايد صعبة على الشيف انه يقبل النقد لانه ترى شيف انسان حساس جدا لا نظر حاسة لا وهو حساس ترى يعني عرفته لانه وادي يتعب على الطبق بس بعد بعد ما تكمل الشغل تكمل الشغل بالعكس انت لو تفكر فيها هذا يعني نصيح حق اي شيف ترى انت قاعد تخدم هالزباين المفرض اهم يكونون مستنسين مرتاحين من الطبق انا ما اقول لك يعني اخذ كل رايهم بس بالعكس في وايد ناس قالوا لي افكار قالوا لي افادتني ليش لا حلو ممتاز اذا اخذ برحابة صدر اكيد طبيعي ممكن تكون بعض الاراء او انتقادات يكون شيء بسيط او عادي او كل واحد لا يمكن اضافة او ودعنا يضيف اضافة على الطبق اللي موجود هو على حسب طبعا اسلوب الشخص اللي اكلمت عرفته يعني انا واحد مثلا يديش عليه يقول انت حط لي دياي وعيش بخمز دانير عرض عليه يقول انت تشتري قهوة وقهوة وشاي بدنارين يعني نفس الشيء او بس منئل الانسان يكلمك بسلوب حلو يقولك شذي يقولك شذي انت تفهم ليش السعر هذا يعني مهما كان يعني انا اقدر ايب دياي مثلا بربع دينار واقدر ايب دياي بسبع دانير اكيد الجودة اكيد الجودة الجودة اكيد وفي العمل او التفاهم يكون بالاول اخلاق اكيد واحترام طرف الاخر وما في مشكلة الواحد يعطي باراءة وانتقاداتها المشروع نفسه والادارة الكويتية خنقول شباب قولوا فعل ابدعوا في ادارة هالمشروع اشو قاعد نصقوني يمكن بينكم عشان يتحافظون على جودة هالمشروع انا شوف بالبداية اول ما فتحنا المطعم كنا بس انا ويوسف طبعا كان ينهد حيلنا كل يوم الله عنكم بالمطبخ جم ساعة ايه او مجهود يعني لان المطعم مو شي سهل بس اذا انت حاب ما في واحد يفتح مطعم او يصير طباخ الا اذا هو حاب الشغل هذا اكيد او الا لان هي شغلة صعبة جدا اه فقلت انا ما شاء الله من تروحين مثلا اوروبا او اليابان او دول اسيا تشوفين يعني الطلبة يشتغلون صح وهذه فكرة كان من زمان وودي اسويها انا كون تيم واحد انا تيم واحد يعني ليش ما خلي الشباب مثلا يون يتعلمون ياخذون ورك اكسبرينس اللي هو خبرة عمل فكرة يعني رائعة تكتطور يديد وفكرة يديدة ايه وان الان الان ما شاء الله يعني الويترية عندي كويتين الكاشير عندي كويتي الطباخ الان المساعد مالي الطباخ كويتي مزين ومستنسين يعني من الجو وشي هذا ووايد زمان لما انت يديش عندنا تنصدم يعني تشوف الامور الادارة بصمة كويتية بحثة يعني شباب مشاء الله كويتي لما الواحد يديش ينشرح صدرة سيما نشوف مثل هالمشروع هذا اللي الاياد البيضاء اللي قاعد تقدم يمكن لنا هالابداعات والابتكارات شباب كويتي شاء الله عليكم التحتة وصرته وتيم واحد قاعد يرون هالمشروع هذا فالحمد لله حسيت بسهلات بعدين لما شفت انه والله الفريق كله يعني وشباب كويتي بهالمشروع شوفك اذا انت هيد شيف او مدير المطبخ هذا شي صعب لانه لازم تصير حازم بنفس وقت تغدر اللي وياك نزين بس اكيد فيه صعوبات بس دائما انت كل يوم انا قاعد تسب خبرة يديدة حلو يعني فيه فارقنا انت بالمطبخ تطبخ بروحك بالبيت وبين تحتك ثمانية كل واحد عنده موزيشن معين داخل المطبخ اكيد اهم شي تتعلمه انت بتبطل مشروع بتبطل مثلا خصوصا مطعم لازم تتعلم الادارة الادارة شي وائد صعب ويحتاج وائد منك خبرة عشان توصل لاني حق عمرو ما رح يكون بيرفكت يعني بس انك توصل لحق مستوى انه اوكي الشغل قا يمشي بطريقة اللي انا ابيها تمشي اكيد اهم شي الادارة عشان واحد يقدر يحافظ على جودة اكيد المشروع نفسه مشاء الله عليكم انا ما دم نتحيز بس الرجال ابدعوا في الطبخ وهم بعد عندنا البنات مشاء الله ابدعوا بس يقولك دائما انه هم الرجل طعم خاص او نكية خاصة من خلال مشاء الله طبخاته واصفاته وشغله وليه عنده بال طويل وصبر اكثر نبنعرف مشاريعك اليديدة او هنقول هل في فكرة يديدة قادمة ان شاء الله بمشروع ميمي سكاري ان شاء الله احنا هالسنة يعني خطتنا حق 2015 ان نفتح فرع ثاني ان شاء الله ونحن نكبر المنيو وان شاء الله رح تديش ادارة نسائية ولا لا ولا تبيها رجالية بحتة والله حال انا صراحة ما اقدر اخلي مارة تحت لان انا ازف وايد بالمطبخ اخاف ازف واحدة تزعل مني ولا تبجي انا ما اتحب ادخنا حساتين ايه خلينا انا مع الشباب ازفهم ما يقولون شيء وايد عسى الله يوفجك يا رب فكرت انك تسوي يمكن بعض الدورات للشباب اللي حاب يتعلم خصوصا الان في انطلاق كبير من الشباب والبنات ما شاء الله اللي ودهم يتعلمون الطبخ شوي هل فكرت انك تقيم دورات صراحة لا يعني موبالي انا ودي بالعكس اكون رائع مطعم اكثر يعني اكون شيف داخل مطعم اكثر وانا شغلة ثانية يعني ترى اللي يشتغلوا اياي داخل المطبخ خلي برا داخل المطبخ لازم يتحملني لانا انا مو يعني انا حين حبوب وفحة كثيرة بس وقتلتولة ولهذا غير تكون يعني احنا اليوم موضوعنا شوي تكلمنا عن التفائل فهل انت انسان التفائل لما تطبخ دايما الافتسامة وجودة ولا لا بسراحة ايه اكيد قلت سوي شي احبة لازم زين اشوال اهم شي التفائل اكيد واحد لما يتفائل غيرك ياخذ الطاقة الايجابية اكيد منك ويستمتع اكثر واكثر شنوودك تنصحي الشباب خصوصا لمقبل على فكرة معينة او مشروع معين هو نصيح يمكن تكون شبه سلبية بس لا تنطر احد ان يسوي لك الشي اللي انت تبي لا تقعد بالبيت تنطر دعم تنطر ما ادري شنو والله رح ييه وقت معينة بطلة لا بلش من الحين ما احد رح يغير حياتك الا انت اكيد بالفعل هذه كلمات جدا جميلة ونصايح ذهبية نتمنى نتمنى من الكل ياخذها اكيد بحذافيرها ودايما الواحد يشوف الدنيا اكيد بثوب اخضر يتفائل في الواحد اكيد في معارض ان شاء الله عندنا صارت هنية كثيرة بالكويت فكرت انك تشارك بأحدها المعارض هذه وتعرض مشروعك نفسه ميزكاري شاركت بوايد معارض شاركت بكويت وافتخر شاركت بمعارض اللي بالجامعات هي زينة بس مرات المعارض على فكرة الضر اكثر ما تفيد فهذا تحسس انها يعني انتي مثلا لانتروح المعارض في بعض المعارض تاخذ ارضية خمسمائة دينار عرفتاي خمسمائة دينار حق مشروع توا نبلش وايد خطر عرفتاي ان يكسر ميزانية فس عندنا في بعض المشاريع او المعارض الدعمة للشباب اللي ما شاء الله قاعد يقيمونها في انهم يظهرون هالمشاريع هذه بالفعل يمكن الواحد يكون بداية انطلاقة مشروعة شوي تقيل عليه لانه هو توا بادي خلنتكلم بداية الطريج فمحتاج شوي يعني خلنقول بعض التقدير فللأمانك يقعش في بعض مشاء الله المشاريع او الجهات اللي قاعد التعاون ويه الشباب في انهم يعطونهم بطور او بوش حق مشاريعهم لما شفتهم يعني انت بداياتك كانت حلوة بالانستغرام ووايد شباب بدأوا بالانستغرام مشاء الله عليهم فجروا طاقاتهم ومواهبهم وصاروا ابدعات مثل مشاء الله مشروع ميمس كاري يعني ابدعت الشيف شاب العطار في انك تسويناها الاكلات اليابانية اللي الواحد بالفعل يمكن لما يروح يستمتع ويتذكر اليابان ان شاء الله بدنا الله هل ودك تقول كلمة اخيرة للشباب مثل ما قلت لا حد يوقفكم يعني ترك كل شي تقدر تسوي اكيد انا لأتيلي قبل ثلاث سنين تقول لي انت راح تكون راعي مطعم وراح مو راعي انت راح تبيع أكلك راح يقول لي هذا الشي مستحيل وشي صار بس ما راح ييب سهل ما اكو شي بالدنيا انت تبيه ييب سهل لا وكل شي يتغير بيدك انت مو بيده حد غيرك اكيد والكل مستمتع ومستانس يمكن تشوقوا ويوعناهم شافة والأكل اللي وده الان يروح يستعيشها ويجرب المطعم بس اكيد في انستغرام عندكم الواحد يقدر يتواصل ويشوف كل الأطباق والأصناف اللي موجودة عندكم عندنا الانستغرام مانا ميمي اندرسكور كري حلو وفي الرقام والتليفون وكل شي موجود ممتاز اذا ويانا على الهواء تقدرون الدشون وتستمتعون اكيد بجميع الأطباق والأصناف وهم الواحد يقدر يروح المشروع نفسه ويتونس اكثر ويستانس معايلتها ويكون جو حلو مع ميمي سكاري يعطيك الف عافية شريف اشهاب العطار وعلى الله وفتكم ويشوفكم دائما في اعلى القمان أكيد مستمري معكم متابعينا في فقرات اخرى وظيف مبدع اخر ولكن من بعدها الفاصل